السلام عليكم ورحمة الله دائماً بيجيني تعليق إنه اللي بده يسمع لليوتيوب والسوشال ميديا والنات بشكل عام بيطعب وبيضوخ لأن كل دكتور بيحكي شكل أراء مضضاربة وهذا الكلام صحيح تماماً بس يمكن هاي طبيعة الحياة في ناس عشوائيين ما بيحسبوا عواقب كلامهم أو يمكن أغلاط بنقع فيها عن طريق السهو أو هذا مبلغنا من العلم كان قديماً العالم التوه بين آراء الأطباء وللأسف بوجود الإنترنت صار الموضوع أسوأ وبميزة المرابح المادية اللي قدمتها بعض مواقع السوشال ميديا واليوتيوب ازداد الأمر سوء أكتر وأكتر وكلمة دي بتطلع موضة فيتامين دال بعدها سبيرولينا والماتشا والزينك بعدها الماغنيسيوم هلأ فيتامين سي وإلى آخره المشكلة إنه بهي المنابر المفروض يصير في لفة نظر وشد للمشاهدين لذلك صار البعض طبعاً يلجأ إما للأفكار الاستثنائية أو أحياناً معلومات غلط ليش أنا عمقول هالكلام؟ عمقوله لحتى نحط قواعد سواء تنظم أفكارنا وما نستغل مادياً أو حتى مرضياً القاعدة الأولى بأغلب الأحوال إذا كان أكل الإنسان متنوع ومتوازن بكفي حاشته طبعاً إذا ما كان فيه مشاكل مرضية وفي حلقة عن مصادر كل فيتامين ومعدن من الطعام رح حط لكم الرابط بأعلى الشاشة وبصندوق الوصف القاعدة الثانية كل شيء يمتص من الأمعاء بمرع الكبد والكلة للتحويل والاستقلاب والأطراح فما في شيء اسمه بناخده إذا ما نفع ما بضر لا بأقل تقدير من كون عم نعمل ضغط على أعضاء الجسم على الفاضي القاعدة الثالثة الجسم بيعمل حالة توازن سبحان الله فيه معادلات وتوازنات بالجسم إذا بيزيد عنصر معين بيصير طرح وإذا بينقص بيصير توفير إله وتخزين بقى أبداً مو مقبول تسبع حداً عم يطرح فكرة أهمية مادة ما فيشرح فسيولوجية معينة بالجسم لهالعنصر أو المادة يتوه الناس لأن ببساطة ما عندهم خلفية عن باقي آليات الجسم ويفكروا إنه هاي المادة يكسير الحياة وكيف كانوا عايشين بدون ما يتناولوها وخصوصي إذا بيقول لا تاخدوها من أي مكان بس من المركب الفلاني بالمكان الفلاني خلق الله أسكب كتير من إنه يكون إنسان مثلاً بمصر أو العراق أو المغرب محتاج بشكل كبير لملح به ملايا أو عشبة بالهند أو كابسولة مصنعة بأمريكا للزنك أو النحاس وبيصور لك وكأن الحياة بدون هالمركب أو هالعنصر هاد بالزاد دمار أبداً مو مقبول ولا منطق هالكلام وهذا بياخدنا لقاعدة الرابعة اللي هي اللعب على وتر إنه شركات الأدوية بدأ الأمراض تزيد مشان يكسبوا أكتر ونحن لازم نكون أسكى وناخد الدواء من المصادر الطبيعية لوحدنا اللي بيقصدوا فيها المكملات والأعشاب يعني كمان هذا الفكر مو مقبول أبداً أنا هون أبداً ماني بصدد الدفاع عن شركات الأدوية والمنظمات الصحية بحال من الأحوال بالعكس بتمنى لو كانت هاي الاختراعات والاكتشافات طالعة من منطقتنا وشعوبنا وعلمائنا لكن نحن بواقع إنه الغرب ومناطق تانية من العالم متقدمة عننا بأغلب مجالات العلوم والاكتشافات المهم أي إنسان طريقة تفكيره علمية بيعرف إنه المصادر الأساسية للأدوية هي المصادر الطبيعية من نباتات واصطناع حيوي وحتى حيوانات لكن الفرق بين العشبة الخام والدواء إنه المادة الفعالة بالدواء مستخلصة ومدروسة بتراكيز بتناسب كل حالة أما بالأعشاب والفطور والمواد الخام أولاً موجودة بنسب غير مدروسة غير إنه موجودة مع مركبات تانية قد تكون ضارة مثلاً عشبة السينماكي العالم ما بتعرف إنه لازم تستعمل بعمر معين وبجرعة معينة غير هيك ممكن تكون غير فعالة أو مخريشة أو إذا المرأة حامل بتعملها إجهاض نبات الدفلة اللي يستخرج منها أدوية مقوية لعضلة القلب ومدرة للبول لكن كعشبة شديدة السمية أحياناً مجرد ملامستها بتأدي للتسمم والسبيرولينا اللي متل ما ذكرنا بحلقة سابقة إنه ممكن تأدي لنقص بفيتامين بي 12 والأمثلة غير هون كتير وأهم من كل هالشي إنه فعلاً شركات الأدوية بدها الربح المادي فاتأكدوا تماماً إذا فيه مادة سحرية متل ما بيدعوا لحتى تركوا داي الشركات ركد تستخرجها الفعالية وتطرحها بالأسواق بس طبعاً هذا بيصير بعد ما يعملوا أبحاث وياخدوا موافقات وضمانات على فكرة مثلاً بعام 2019 بلغت مبيعات المكملات الغذائية بالولايات المتحدة الأمريكية 32 بليون دولار هاد بعام واحد فيعني مرابح المكملات بصراحة أكبر بكتير بس ما بعرف ليش بتدعي بعقول الناس فكرة إنه حدا يقلة خود خلاصة شاي الماتشا خود زينك خود ماجنيسيوم بيتامين سي بيتامين كذا بأمريكا نفسها فيه تقارير بتقول إنه أخذ المكملات بشكل دائم دون سبب ما حسن من الوضع الصحي للناس ولا ألل من الوفيات حتى إنه قرأت كلام لمختصين أمريكيين إنه لو العالم وفرت حق المكملات وصرفتها على الأكل الصحي كان أفضل إلهن غير إنه المعادن وبعض الفيتامينات وخصوص المنحلة بتدسهم مثل فيتامين دال أو إي أو إي أو كي اللي بيختصروا بكلمة أكيد إلهن سمية إذا أخذوا بطريقة كسيفة وعشوائية ومع هيك ما طلع قرار من المنظمات الصحية بيسحبهم أو جعل صرفهم بوصفة طبية وطبعا من أحد الأسباب إنه سوق تجاري كتير كبير ومضمون الربح إذا فيه ضرورة فالأمر مبرر لكن إذا ما فيه ليش الناس بتحب تاخدون على أساس عم تقوي نفسها عم تعمل خط دفاع مصباق ومو بس عنا حتى بالغرب هل يا ترى من فقد السقة بالكادر الطبي أو إنه الإنسان بيحب اللي بيقله أنت بهالشكل لن تصاب بالأمراض وإذا انصبت رح تشفى مباشرة أو إنه حدا جرب علاجات كتير وفشل ففقد السقة بكلام الدكاترة الفكرة بسيطة أولا الدكتور إنسان بخدرات محدودة مو بيقيده عصايا سحرية أبدا مثل الوهم اللي بيصوره مرويجه الخزعبلات تانيا ممكن يكون خبرته أو مبلغه من العلم قليل لكن على الأكيد أكتر من العامة بمجال الإختصاص طبعا يعني الدكتور بيفهم بالطب والمهندس بيعرف أكتر من غيره بالهندسة والخياط أكتر من غيره بالخياطة وإلى آخره مو تقليل من حدا أبدا لكن ما بعرف ليش عنا الدين والطب كل العالم بتفهم فيهم هلأ حد عم يسمعني بيقول لي أنا ما عم أسمع وأقرأ لمين ما كان إيه الدكتور الفلاني هو اللي قال لازم ناخد كابسولات فيتامين إي وزينك وماتشا وطحله بالسبيرولينا جوابي هو ما هي المشكلة الأكبر بهالأيام وفعلا الناس معها حق تتلخبط أنا من كم يوم اسمع الدكتور عم يقول للناس ياخدوا خمستالاف وستالاف ميلي جرام بيتامين سي حرام وغيرها وغيرها من الكوارس ومو غلط إنه يكون الإنسان عم يحاول يستقف نفسه صحيا فرح لكم كمعلامة لتتحروا الصح أولا إذا اللي عم تسمعوله أو تقرأوله عن أي مادة عدد ميزاتها وفوائدها وعدد المعرضين لنقصها وجرعاتها وأخطارها أو أخطار الجرعة الزائدة منها فهذا ممكن ينوثق بكلامه أما تعداد الميزات وكأنها السحر المطلق فهذا بمعظم الحالات خطأ وممكن نفوت عن نت ونبحث عن مخاطر هاي المادة لنكون الفكرة الصحيحة طبعا للأسف إنه باللغة الإنجليزية بتلاول أجوبة والأبحث بشكل أوسع بكتير وأنا وأكيد كتار غيري عم نحاول نوثق هالشي باللغة العربية قدر الإمكان كمان إذا لقيته حدا عم يحكي بكل الاختصاصات وبكميات كتير كبيرة كمان توضع علامة استفهام لحتى حضر حلقة بقرأ كل المراجع اللي بحطها بصندوق الوصف وفيه مراجع وأبحاث ما بذكرها لأن بتكون الفكرة مكررة أو باخد المصدر الأوثاق لأن باعتبرها أمانة وخصوصي إذا الفكرة فيها تفاصيل دقيقة فلازم يكون الواحد متأكد قدر المستطاع أما إذا معلومات عامة وما فيها مخاطر فما في دعي للتشدد طبعا المهم تعداد الميزات فقط غالبا خطأ ودعائي العلامة الثانية هي الاعتماد عن نظريات اللي كتير منها من التراث الصيني والهندي مثل الين واليانج رجيم زمرات الدم فيتامين بي 17 الأطعم اللي بتعمل الدم قلوي أو حمضي العلاج بالإبر الصيني وإلى آخرية منها الادعاءات اللي ما إلها مبررات واضحة علمية ولا عملية فكمان توضع علامات استفهام على اللي بيعتمدوا على هالقصص نرجع ومنقول رب العالمين خلقنا وخلق غذائنا وأعطانا القواعد بتناولها والمقولة الشهيرة إنه هلأ اتغير الغذاء وما عاد متل أول صار فيه هرمونات وصناعات وأشياء مستحدثة والجواب الشهير اللي هو على هالحالة كل شي صار مصنع حتى الزراعة وحتى هاي الأعشاب والمكملات اللي عم تحكوا عنها ومعدلات الوفيات أقل من قبل والأعمار أطول طبعا الاعتدال سيد الموقف والمبالغة بأي شي خطأ في أعراض نقص أو عوامل خطورة أكيد أنا أؤيد المكملات من مصادر موثوقة اللي تابع لمنظمات صحية ما في أي أعراض أو أي حاجة بس مثلا حابة تغدي مكملات للشعر أو للبشرة أو للخصوبة أو العضلات أو أي شي تاني فالطبيب أو الصيدلي هو اللي بيقرر ولما عرفت تأثير الامتصاص للمعادن والفيتامينات وطرق أخذها بنصحكم التابعوا حلقة الدكتور جهاد سعادة رابط الحلقة رح حط لكم بأعلى الشاشة وبصندوق الوصف في تفصيلات كتير مفيدة ومتعوب عليها طبعا مشكور الدكتور حاولت بهي الحلقة أني وصل أساسيات للتعامل مع المكملات والأعشاب أتمنى السلامة والصحة للجميع بتمنى أن الحلقة كانت مفيدة ولطيفة على قلبكم بتلاقوا بصندوق الوصف رابط موقعنا betterhealthtoleaf.com في أبحاث تفصيلية والإيميل وبعض المواقع اللي استقيت منها المعلومات شكرا لكم شكرا لأستماعكم شكرا لكم